السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي مرحبا بكم في قناتي وقناتكم قناة لوبنا ماهر اليوم سنشارك معكم إن شاء الله واحد صلاطة اللي كتجي ممتازة منعيشة ومغدية في نفس الوقت بواحد صلصة اللي كتجي ببنينة بزف وغنشارك معكم قطيبات ديال لدين مشارملين طريقة زوينة وكيجي ببنين صراحة كيجي ممتازين جوجد الوصفات فيديو واحد اللي هما سهلين وبساط وبسرعة كنحضرهم تبدلوا بيهم في المائدة الرمضانية ديالكم أولو في الأيام العادية هنا عندي أول حاجة غدي نحتاج غنشرمل هاد لديند هذا كيف ما كتشوفوا معايا مقطعه قيطع على هاد شكل مربعات اللي شوية كبابرين باش يتحملوا لنا طياب وهنايا غدي نحتاج الشرمولة اللي غدي ندير معاه غدي ندير البصلة عندي واحد البصلة كبيرة مقطعه رقيقة مزين أنا كل شي هنا يدوصو في الهاشوار وغا نحتاج واحد الكمياء ديال المعدنوس كيف ما كتشوفوا معايا وهنا غا نحتاج واحد الحبة ديال الفلفلة موين اللي هرمشة هي مزين مزين في الهاشوار كيف ما كتشوفوا معايا مشي قطعتها قطع يعني هرمشة مزين وهنايا غدي نحتاج توابل اللي غدي نحتاجوا فيهم كيف ما كتشوفوا معايا أول حاجة عندي الملح غدي نحتاج شوية ديال اللي بزار على حساب الضوق شوية ديال بابريكا حارة نضيف الخرقوم و شوية سكينج بير و كذلك بابريكا حلوة اولاد حميرة و عندي من طبيعة الحل داروري الكامون و غنضيرو حطريطقة ديال الراس الحانوت اللي كيجيو ممتازين و كيحيدو لنزفورها من جميع المشويات كيجيو رائعين صراح عندي شوية ديال الخل من طبيعة الحل و الزيت لابدة هنا يا كنضيف هذيك الكمية اللي عندي ديال الوصلة نضيف الكمية ديال المعتنوس الكميات كيبقاوا على حساب شحل درتو انا هنا عندي واحد كيلو شوية هنا يا البنات سوف نصفي هذي الماء من هذي الفلفلة هذي هذي الماء تقدروا تزيدو علي شوية ديال التوابيل مخلطين من هذيك اللي درتو و تزيدو عليهم شوية ديال الزيت و تبقوا تدهنو بمكتيبات ديالكم و هما كيطايبو كيجيو في اللون زوين و في نفس الوقت كيجيو افتيين انا ما درتهاش طراحة كان لي ضايق الوقت موهما البنات هنا يا كنضيف هذيك الكمية اللي عندي ديال الفلفلة و غادي نضيف واحد شوية ديال واحد القياسة عمعي القصغيرة فقط ديال الخل و غنضيف كذلك زيت زيتون كيف ما كتشوفوا معايا هنا يا قياس واحد ثلاثة ديال المعالق كبار كنكطروش بززاف يباش يجيونا الاختيبات ديالنا افتيين و هنا كنضيفو المكونات او لها التوابيل هذو اللي احنا يا خدمنا بهم صافي و نبدأ نخلطو كل شي بالنسبة لكم هذو هذو الطريفات ديال اللي دان ممكن تشرملوهم بها الطريقة و تخليهم ليلة كاملة كي يجيو فتين وبنان اكتر او لعلى الاقل تخليهم واحد ساعة فكي يجيو احسن صراحة كي يجيو ابنان ترافقوهم في الطويلة ديالكم في المناسبات في الايام العادية فش مما كان صراحة في رمضان و كل شي كي يجيو صراحة واحد لقتيبات دويني انا هنا اختيرا قلبت الدية كما كتعرفوني دائما كنقول لكم رايشي حاجة كنخدمة بالدية كنحس بها ماشي خشيف حل المعليق شوفوا غير تشرمي لكي يجيو اللي تكتبان كل شي شربات ديالي دويني توابل شوفوا هنا البنات غير ترايف ديال بصلاه تقولوا لبناءاش حيتي من تماما موهما البنات كنشرملوهم و نغطيهم و نخليوهم كيفما كنت لكم الى عندكم الوقت ديروهم منهار قبل و خليوهم حتى الغد الى ما عندكم شعال الاقل و تزوج ديال ساعات باش يتشربو لنا هذو التوابل و هنا جبت هاد القتيبات ديال العود اللي غادي نديرو فيهم هاد لدان ديال و غندوزهم شوية الى كان الفاخر احسن حاجة هذي كلان نقاشة فيها سافي غادي ندوز السلاطة اللي عندي هنا هاد ميني خيار تيجي صراحة مقرمشوا بنين زوين بزفيلة كان احسن حاجة لبنات كنشرطوها كفرشيت باش يعطينا واحد شكل زوين و هندوز اللاصوس اللي غندير فيها المايونيز و غادي ندير فيها هنا يا خيم فخاش ليجر انا باش كنخدم هادا صراحة زوين تمن ديالو جيد مناسب كيجينا في هاد السلسة هادي زوين بزف البنات ف الى ما كانت عندكم ممكن تعوضو بياورت من السوس هنا ضفت زيت زيتون شوية ديال بزار و غادي نضيف العاصر ديال الحامض كيف ما كتشوفو معي كل شي واضح في الفيديو غادي نخلطو كل شي مزيان مزيان كجي واحد صلصة زوينة ترافقوها مع جميع السلاطات كجي ممتازة ببنينا كيف ما كتشوفو معي القوام ديالها كيفه جدير صافي انا و عندوزو المكوينة ديال السلاطة اللي عدنا فيها البس باس ما طيشة شوية الخيز سمحكو كل باربا الخيار اللي قطعنا شوية طوماتسو غيز متصاري الله و عندي البصلة حمراء و هنا عندي الخص اولى السلاطة على هاد الشكل هادي انا اخديت هاد النوع اولى اللي كان موجود عندي مهم اغلبية كتعجبني هاد السلاطة ميكس ما بين خضرة و حمراء كتجي زوينة في السلاطات الصراحة كتجي كتجي عاطية العين كيف ما كنقولو هنا كنضيف هادك البس باس اللي قطعناها دوائر اولى شرائح طوالين و هنا كنضيف القطع دي الطماطم يعني كنحط بطريقة شوائية مهمة البنات يعني فبلا كامل مجموع كيف ما كتشوفو معايا ممكن انكم تديروهم طوالات فرديين لكم الاختيار كيبقى كل واحد على حسب الضوق ديالو هنا كيف ما كتشوفو معايا كنضيف هادك خيزو اللي محكوك والباربا بهالطريقة هادي كيف ما شوتو معايا كيجيو هاكا شوية في كل بلاسة يعني كيجيو مزدعين على التبصيل كامل كيف ما شوتو معايا هنا ضروري كان قاعد دولة في نيسيون خشيرة هي كل شي مهم هنا كنضيفه البصلة الحمراء وخبط طريقة شوائية ولكن ضروري خستكون ديك اللي المس الفنية في الحطة سافي هنا هي كنضيف راني حطيت كل شي في الأول ولكن كنخلي واحد شوية باش نزيد ونبينوه من الفوق باش تبين السلاطة باش مخدومة سافي شوية دية ما طيشة كذلك من الفوق وصافي هنا هي كنوزعه اللي بقعدنا دية اللبصلة وغادي نضيفه هنا كذلك الخيار كيف ما كتشوفو معايا البنيش كنحطوه هاكا بطريقة شوائية طب صيل اللي كيجين هاكا زوين وكبير في نفس الوقت كيعمر لنا المائدة ديانا وفي نفس الوقت مو غدي ومو نعيش كيجي زوين زوين صراحة هاد السلاطة كتجي بنينة بثاف وكيف ما كنقولو هم ماوي في الطبيلة ديانا كيجي رائع بسيط جدا ماشي نقولو بريستي شي حاجة ما عارتشنو ولكن شي حاجة اللي بسيطة وبسرعة توجد يعني ما ما كتحتاش من نقع وقت طويل باتاتا وشي حاجة اللي مغدية في نفس الوقت هنا دلت الطوماتس وغيز وهنا يا عندي اللي ميني مبترين له هاد صغير ورين هاد حتى ما كنوزعهم أي حاجة عندكم ممكن تضيفه حتى طون أنا هنا مكانش متوفر عندي صافي اضفت هنا يا الماييس من الفوق كيف ما شوفو معايا ذاك الشي اللي كان موجود عندي في الدار هو باش قضيت صافي البنات الخيار هنا كيف ما كنتشوفو كيجي الشكل دياله الزوين وحنا جريناه بالفرشيط هكا من الفوق بالقشرة دياله وكان غسلوه صافي ومني كان قطعوه دوائر كيجينا هكا كمشنف كيجي زوين في الحطة دياله بخصوص هاد الميني خيار اللي تيكون صغير صافي وهنا كنتدو نوزعه في هاديك السلصة اللي كتعطي اللي بنا زوينه بزاف لهاد السلطة على البنات كيجي بنينه بزاف وكنخليه هاد الشي هكا كنقدمه مع السلطة اللي بغي يزيد قدامه فهاد الشي اللي كينو هاد هي السلطة ديالنا والقطيبات تهم مراد ووزناهم شوية صراحة كيجي واحد سلطة منعيشة مغدية وبنينة في نفس الوقت ومتنوعة فيها بزاف ديال الحويجات اللي يقدروا ناكلهم حنا وليداتنا مفيدين وهذا اولا فيديو ديال نهار اليوم كانت منا لفيديوين الاعجاب ديالكم وهذا هو ملقطيبات ديالنا كيفما كتشوفوا معايا صافي شويناهم وغادي نقدموهم بصحة وراحة شكرا لكم على المتابعة ديالكم تعليقات زوينة ديالكم وتنسوش واحد اللايك الى عجبكم الفيديو ونقول لكم بسلام عليكم وملقاكم فيديو الجاي بحول الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة